اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نادي بيرامدز الاعلانات الغريبة بتاعته تفاصيل متعلقة به الجروب الغريب اللي تجمع فيه فجأة حيلعب يوم 3 اغسطس مش كده سلمان يوم 3 اغسطس المفروض انه هيلعب في الدوري وبعد كده نشوف بقى قصته هتبقى ايه حكايته ايه نهاردة هلف معاكم اللفة دي بعد كده هيكون طبعا ضيفنا ناقد الرياضي محمد مصطفى زملنا مدير تحرير موقع يلا كورة بعد كده هيكون معنا وقفة مع رواية اجتماعية ظريفة جدا للروائي الكاتب يوسف حسين رواية القصاص نروح معاكم بقى اخيرا للفقرة الفنية والفقرة الفنية النهاردة تكون مسجلة لكن هتطبستوا فيها جدا هيكون فيها نادية محمد رمضان وبسمالة محمد رمضان اختين صوتهم رائع جدا واول ظهور ليهم ولسه بينطلقوا في الحياة كانت انطلاقتهم من عندنا وكمان صلاح محمود عازف العود دي كانت النهاردة فقراتنا وكمان بقى مجموعة من الاخبار والحاجات هتكون معنا في الاول كل يوم افكركم بقيمة من القيم اللي موجودة في حياتنا بسلوكيات بسيطة بحاجات حلوة نركز عليها حياتنا تكون اسهل وتكون احلى وانا بفكر حضراتكم بالقيم بتاعت كل يوم والحاجات اللي نبدأ بيها يومنا بفكركم دايما بأبواب الخير الخير بيلف كل حاجة حلوة بنعملها وتلف تلف تلف وترجع لنا نعملها بقى في السر نعملها قصني نعملها احنا مش واخدين بنا الخير دايما اللي يلف وزي برضو مشهرة بيجرنا تاني في صور تانية فكل حاجة الدنيا دايرة كده ودوارة زي ما بيقولوا وتفضل تلف وتجيب لنا اللي احنا عملناها الحاجة التانية كل يوم نصحة فيه الصبح نقول الحمد لله الحمد لله ان احنا صحينا من نوم الحمد لله لان ربنا مدينا نعم كتير جدا الحمد لله لان النهاردة صفحة جديدة بداية جديدة يوم جديد تكتب في الصفحة دي كل اللي انت عايزه تمسح فيها كل الوحش اللي فات من حياتك وكل يوم نقدر نغير النهاردة بقى عايز افكركم بحاجة مهمة جدا فحياتنا بنقابل شخصيات كتير بتبقى مقربة مننا دايما ألفت نظركم من كتر الحاجات اللي شفتها واللي الناس حكيتها لي واللي انا عديت بيها شخصيا الناس مين اللي تكون مقربة مننا عشان نوفر طاقتنا حاولت ابعدوا عن الأغبياء في ناس درجة غباءهم هم اللي عملوها يعني فيه واحد بيبقى عاصبي جدا لدرجة غبية ده خطر لازم تبعد عنه فيه واحد بيبقى بيتكلم كتير جدا لدرجة غبية ممكن توصله لإيزائك ده لازم تبعد عنه فيه واحد مندفع جدا في تصرفاته لدرجة غبية ده لازم تبعد عنه فيه نمط كده حياتي كل حاجة متطرفة مبالغ فيها بتوصل لأزمة كل واحد بيقعد يفكر كتير جدا ويحسبها قوي ويرتب ويخطط ويعمل ويخطط لده ويأذي ده فيه ناس بيبقى جواها شر بس فيه ناس بيبقى الشر فيها عالي جدا ده لازم نبعد عنه الأغبياء حوالينا مش بس الناس اللي ما بيفكروش كويس الأغبياء هم الناس اللي تصرفاتهم بيبقى مبالغ فيها لدرجة توصلك إنها يحصل لك أزمة من صحبة الشخص ده ابعدوا عن الناس اللي درجة تصرفاتهم متطرفة بتوصل لمرحلة الغباء هو ممكن يكون زكي في تصرفاته ممكن يكون بيفهم كويس ممكن يكون بيقدر المواقف كويس لكن ممكن يكون عنده شوية حاجات أوفر فتعمل أزمة فتوصلك إنت كمان في أزمة زي لو إنت ماشي مثلا أو إنت ماشي مع وحدة صاحبتك في مكان حصل موقف إنت ممكن تعدي الموقف ده وتمشي عشان تشتري دماغك أو عشان أي حاجة أو إنت ممكن تعدي الموقف ده هو ممكن يقف ويكبر الموضوع فتلاقي نفسك إنت وهو دخلته في أزمة الناس اللي زي دي بتبقى متطرفة شوية بتبقى غابية شوية نبعد عنهم عشان ما ندخلش في أزمات في حياتنا ونستهلك حاجة تانية بقى الأغبياء اللي هما الأغبياء بجد اللي هما يشغلوش دماغهم اللي هو العايز يقرأ والعايز يسمع والعايز يفهم والعايز يتعلم والعايز أي حاجة هو واقف عند الليفل بتاعه ومبسوط قوي كده مش عايز يفكر تاني مش عايز يشغل دماغه تاني لو تحكي له حاجة تقوله أنا بنصحك بس فيه كذا يقولك لا لا أنا تمام كده طب إقرأ مش عارف إيه لا 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 طب اتفرقت على كذا هتستفيد حق لا 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 هو مش عايز ينمي مواهبه مش عايز يعلم نفسه حاجة انيا الناس دي بعيدوا عنها هتستنفسكم وحتستهلككم لو في الشغل معاك واحد غابي حاول تتعشاء لأن انت تفضل تفاهمه الحاجة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وهو واقف عند درجة غباؤه وده مش تقليل منه هو شخص ربنا ادينا عقل كلنا فيه واحد بيشتغل على نفسه ينمي عقله وينمي الحاجات الحلوة اللي عنده بيكبرها وفيه واحد مش عايز ينمي هو بيفضل كسول كسلان يتعلم كسلان يفهم كسلان يسألك الناس اللي زي دي بتستهلككم والله العظيم فما تصحبوش الأغبياء في تصرفاتهم المتطرفين في تصرفاتهم المندفعين الطيشين وما تقربوش ناحية الأغبياء فكرية لأنهم استهلاك كبير جدا أسوأ حاجة في مجال العمل أو في الحياة الشخصية الشخص الغبي يكون مقرب منك في العمل هيستهلكك ويبوز الشغل ويبوز كل حاجة لازم تجرو تهربوا منه تجرو بأقصى سرعة بعيد عنه ولو حواليكم شخص غبي خلوا الموضوع مقتصر على السلام إزايك عامل إيه وخلاص لأن أي مراقشة مش هتستفيد منها حتستهلك فيها أي نصيحة مش هيسمعها أي حاجة هتطلبها منه مش هيعملها صح الناس اللي زي دي هم وقفوا نفسهم عند درجة مش عايزين يتعلموا حاجة تانية وبالتالي استهلاك لا عايز يفهم ولا يسمع ولا يتعلم وكلامه كله بيطلع في الآخر أي كلام فالناس اللي زي دي لأ شكرا إزايك عامل إيه وتجري من جنبه بسرعة هو اللي صح الناس اللي زي دي لازم نجري منهم الأغبياء في تصرفاتهم والأغبياء في تفكيرهم هم أكبر خطر على حياتنا أكبر خطر على نجاحنا أكبر خطر على مجهودنا وطاقتنا اجروا من الأغبياء النهاردة دي كانت الحاجة اللي عايز أفكر حضراتكم بيها والناحية التانية ما نفتكرش نفسنا عبقرة إحنا مش أعظم ناس في الدنيا ولا إحنا أسكي ناس في الدنيا إحنا فينا غباء في حاجات كتير جدا بس الفكرة أن أنت اشتغل على نفسك اقرأ اسمع اسمع لأكتر من الرأي يخدوا الأمور بالراحة بنصحكم وبنصح نفسي وبنصح كل الناس أن أنا كل ورقة بقراها بتفيدني كل معلومة بتجيلي وحقق وراها وأتأكد أنها صح بتنفعني كل حوار بسمعه من الناس بيخلي عندي فكرة جديدة ومعلومة جديدة وموهبة جديدة بتكبر جواي دي كانت الحاجات اللي عايز أفكركم بيها النهاردة خلينا بقى نسمع معكم حاجة حلوة نروح نسي